السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم لكم عن نسخة تجربية السادسة لأيوس 14 نزلتها من أمس تغريبا نزلت يوم الثلاثة اليوم الربو عندنا تغريبا استخدمت إلى الآن 24 ساعة لكن سأتكلم لكم مورشي عن الميزات الجديدة وبعدها بأربع يام و خمسة يام سنفعل فيديو استخدامي لأربع يام و خمسة يام و قبلها يعني بكرة وبعد بكرة سوي بوست في اليوتيوب وتكتبون أسئلتكم راح أجوب عليها في الفيديو القادم للانطباع الحق بعد أسبوع مثلا في استخدام النسخ هذه كبداية راح نشوف التغييرات أول حاجة لو نخشل عددات و ننزل تحت و نروح على تسهيلات الاستخدام ننزل تحت و نروح لل ايربودز آخر شي في خيار جديد مثلا ما نشوف هنا تحت عند تشغيل متابعة الآيفون سيبدو صوت الأفلام برامج تلفاز المدعومة كما لو أنها صادرة من الآيفون بدلا من متابعة حركة رأسك اوكي توقع فهمتوها لكن نشق الفيلم في الآيفون نفسه و حط السماعات في اذنك الآيفون وينما يتحرك تشوف الصوت يتحرك معك فمش لازم بس في السماعة فالتريدي راح يكون أفضل يعني هذا الخيار هنا موجود تقدر تطفيه تقدر تشغله و برضو في الإيميل لو نفتح برنامج الإيميل لأشخاص اللي يستخدمون برنامج الإيميل الرسمي الآن المرسل راح تشوفه باللون الأزرق اسم المرسل فوق تغيير بسيط ولو نشوف في الألبومات لو نخش الألبوم باللغة الإنجليزية هنا مدري هل راح يكون في فرق أيوة من المنشوف هنا كانت الاصدارات الغديمة كان مكتوب هنا أدرز حين صارت يوتلاتيز مثل ما نشوف طبعا هذا الجهاز عندي باللغة العربية لكن مكتوبة هنا هذا الخيار والتغيير اللي موجود هنا بالكتابة برضو في بعض البرامج حين لجيت تحدث البرنامج نفسه ترتيب البرامج اختلفت حدث البرامج النقل يعني اللي فوق صار تحت وكذا قلبوهم بس ولو نروح برنامج الهوم برضو لو نفتحه برنامج المنزل اللي قونة هنا رجعت في البيت الخامس تغيرت شكل اللي قونة الحين رجعت نفس البيت اللي قبلها برضو لو نروح حق الساعة تكلمت عن البيت اللي قبل إنك لو تحط منبه تقدر تلعب هنا مثل ما نشوف الآن في الثيم اللي موجود باللون الأصفر اللي حول الساعة نفسها ما كانت موجود أول بس تقريباً كل الأشياء الجديدة اللي نزلت في iOS 14 نسخة السادسة رح نشوف معاكم بعدين عن البطارية والاستخدام بالنسب لي هذا السجسشن اللي كانت عندي مشاكل في الفتح البرامج الحمدلله قمت تفتح اللي في الزوائي هنا حلو قم نفتحون فهذا كل شيء لو مشوف لكم حين القيك بنش لا تتوقع أنه في فارق أصلاً إن البيت هادا تقريباً بالضبط نفس البيت اللي قبل وذل ما نشوف معاكم هذا أغسسين ستة وعشرين وهذا أغسس ١٨ هذا اليوم وهذا البيت اللي قبل ما سويته كذا مرة لكن مثل ما نشوف ما يعتبر في فارق الملتي كور ٣٣٤٤٤٤٤٤٥ هنا ٥٥٦٦٦ لبس لو أسوي مرة ثانية يمكن يرتفع السنجل كور ١٢٩٨٩ هنا ٣٣٤٤٤ رفعه شوي يعتبر مثل ما قلت لكم ما في فارق هذا في الـ CPU نشوف هنا المثل برضو ما في فارق يعني أوكي ٣٧٧٧٦ هنا أول مرة سويته وطلع لي ٧٥٥ فيعتبر في صعود شوي لحق معالجة الرسوميات حق المثل لو نشوف الأنتوتو هذا الأنتوتو للنسخة التجربية الخامسة وهذا الأخيرة يعتبر ما في فارق ففي الجريدة 736 وفي القديمة 719 مثل ما قلت لكم أداء الجهاز ما رايح يختلف رايح نشوف قدام شي اللي يصير طبعا لو نتكلم لكم برضو عن البلت نمبر ما تكلمت لكم من بداية آسف لو نشوف البلت نمبر مثل ما نشوف ١٨٢٥٥٥٥٦ في النسخة اللي قبل الخامسة كان ١٨٢٥٥٥٥٦ ففي تراجع في البلت نمبر كنا ديب نقرب للإير ورجعنا مرة ثانية فيمكن تأخر النسخة لو نشوف برضو فرموير مثل ما نشوف لاقت الشبكة وغيرها ١٥٥٥٥ النسخة هذه الآن ٢٠٢٠٥٥ ففي تغيير في لاقت الشبكة ما شفتي فارقي الآن لأربع عشر ساعة لكن نشوف يمكن بعض الأشخاص عندهم مشاكل نشوف قدام فتغريبا هذه كل الأشياء منتظرون الفيديو ثاني وقبل الفيديو راح أسولوكم بوست وما قلت لكم تحطون أسئلتكم في البوست و راح أجعوبها لكم في الفيديو القادم تقريبا ٤٥ يوم وإن شاء الله سنزله ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك بالغناء ونشار المايك الطعب عماليك المايك الطعب فاشتراك في حسابي في سنبجات تشرف بإضافاتكم ولا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم شكرا